الافضل بالنسبة لي انا كمواطن ايه؟ على فكرة اسهل حاجة كانت ممكن للدولة تعملها النهاردة ما غليش ولا غلي ولا اقرب من اي حاجة ولكن حضرتك مش هتلاقي قطر مش هتلاقي توبيس مش هتلاقي مترو مش هتلاقيه مش هتلاقيه بمعنى كلمة زي ما قالها الوزير مبارح الوزير قال انه نقف للخط الاولاني اللي من 87 كان مفترض يتعمل اجراءات 66 ما تعملتش 2000 ما تعملتش 2012 ما تعملتش كان لازم ده يتعمل ما تعملش طب ايه الحل؟ انا بقول لحضرتك خليك حضرتك في هذا المكان تاخد القرار ده انا قلت التوقيت غلط والسبعة جنيه غلط تاني التوقيت غلط والسبعة جنيه غلط وانا كان رأيي كان رأيي اللي انا مصر عليه خلاص هو قرار تاخد ولكن انا على اقل لازم اقول رأيي يعني ما بقاش ان انا امش والرأي العام واصل وحافظ والكلام ده وبعدين نقع كلنا وانا مش هبقى زي اعلام يناير عمري ما هكون زي اعلام يناير ايه هو اعلام يناير اعلام يناير اللي طلع قال لك كل حاجة كويسة وما صدقنا عملنا وروحنا وسوينا قدموا لكم البلد انها الجميلة العظيمة قدموا لكم كده انا عمري ما بقى كده لازم ابقى صادق مع نفس الاول ومع ربنا لانه فيه حساب بكرة ان انا قلت الكلام ده التوقيت ده زي بتوع يناير اللي رجعوا ندبوا بس ما فيش ما تنفعش حاجة بعد اللي حصل لسا اقول لكم البلد وانه دي اعظم صورة وبعد كده عملتوا معهم ايه ولما سا اقول لكم الكلام ده وقالوا لكم اللي تم ده حتى الخراب اللي حصل في البلد مفهمش واحد طلع قال لك انه ده خراب قال لك لا كان لازم يحصل مفيش واحد طلع فيهم وقتها وقال لك اللي حصل ضد الشرطة والدخلية ده كان مستهدف مفيش واحد فيهم وانه بعنك عمري ما هبقى كده انا لازم اقول لك عشان تيره في الحقيقة بعد السنة واثنين وخمسة وسبعة انه معاك بنكون صادقين في الكلام اللي بنقوله الصحة صح والغلط غلط طلعنا لما كشفناهم وكشفنا اللي حصل وحضراتكو عرفتوهم عرفتوا انه كانوا بيجذبوا عليك مش هجذب عليك مش هعمل زيهم ابدا انا بتكلم بالكلام اللي حدقته بقى واضح واسق تماما اللي هقوله لك مش هقولك انه القرار ده صح لا هقولك الصح ايه عشان حتى تبقى عارف الحكاية اولها ايه واخيرها ايه البلد دي ممكن تقع وانا بقول لحضرتك كان ممكن تقع وممكن جدا مجدا وقت حضرتك نزلت دورت على مسألة اقتصادية في 2011 ده كان عندك كان عندك معدل نمو ما اصلتلوش سبعة واثنين من عشرة معدل نمو عندك 14 مليار سياحة داخل القناة قد ايه عندك ايه ايه اللي كان عندك كان عندك مشكلة واحدة انت بصت تحت رجليك في تنظيم بصت تحت رجليك ما بصش بكرة بكرة انت كنت رايح ل20 مليون سايح وكنت رايح مش عارف لمعدل نمو 8% و9% و10% و11% كنت رايح لده بس انت ما سكدتش وانت سكدت سبت حد ما سبتش ما انت عملت ده طيب بعد اللي عملته حصل ايه في الحكومة والجهاز الحكومي اتعين كم واحد مليون واحد المرتبات من 98 مليار وصلت 288 مليار جنيه ده وزير النقل امبرح بيقول لنا في المترو بس اتعين ألف واحد في 2011 هو انت عايز ايه اللي يحصل هو انت اللي عملت كده ولا مين اللي عملت انت اللي عملت كده وده تمن ده جزء من التمن وانا بقول جزء من التمن لانه تم في ذلك الوقت سرقة الشعب وخطف الشعب وعدم تحديد الرؤية الصحيحة لرأي العام لانه كله كان بينافق الشعب كله كان بينافق الشارع وينافق الاخوان وينافق الخاونة وستة عبريل وطبق كله كان بينافق هو هتصدق اللي ينافقك النهاردة لانه بكرة مش هتلاقيه